اسرائيل تنتظر الرد وهي تتوقع ان يكون مؤلما على حجم الجريمة التي ارتكبتها بحق كوادر المقاومة في القنيطرة المسوطنون في الجليل والجولان يتأهبون للنزول الى الملاجئ جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي اراد من وراء جريمته تحجيم المقاومة ومنعها من العمل في الجولان وقع في شر اعماله ومن حيث لا يتوقع باتت القنيطرة ومرتفعات جبل الشيخة واصبع الجليل وبحير الطبرية تشكل مسرح عمليات للمقاومة ووفقا لهذا التحليل فان حجم الرد الذي تتوقعه اسرائيل ربما يتجاوز حدود الردود السابقة واذا كان السؤال هو متى سيأتي الرد وهل سيكون قريبا المقاومة التزمت الصمتة واكتفت بنعي كوادرها فيما التحليلات ربطت اهداف الهجوم الاسرائيلي باجندات سياسية عدة منها رفع نسبة الاصوات لصالح نتنياه في الانتخابات المقبلة ورغبة اسرائيلية في نسف المفاوضات النووية بين ايران والولايات المتحدة الامريكية وعرقلة الحوار السوري السوري في موسكو ولكن اخطر التحليلات هي تلك التي قالت ان اسرائيل تريد سعادة التوازن الذي كسره الامين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله في تصريحاته الاخيرة عندما كشف عن قدرة المقاومة للدخول الى الجليل وما بعد الجليل مؤكدا امتلاك حزب الله سلحة اكثر تطورا من صواريخ فاتح التي لطالما حاولت اسرائيل منع وصولها الى لبنان المقاومة التي كسرت التوازن ليس في امتلاكها سلاحا رادعا للاحتلال انما من خلال دورها في حماية عمقها الاستراتيجي من سوريا الى العراق وتوسيع محور المقاومة الى ابعد من حدود لبنان الى مساحة جغرافية ستزيد من عزلة الكهن الصهيوني ترجمة نانسي قنقر